موسيقى ثم الوزير الأول ينفي نية الحكومة في العفو العام عما وصفهم بالإرهابيين ويؤكد إقصاء الجبهة الإسلامية من الحياة السياسية عبد الملك سلال ينفي تدخل الجيش الجزائري في ليبيا ويقر أن الأمر مفصول فيه دستوريا إلى التفاصيل وصف عبد الرزاق مقر الندوة التي عقدتها التنسيقية بزيرالدا أمس العاشر جوان وعقب اختتامها بالحدث التاريخي وبأن جميع المشاركين فيها كانوا متفقين في تقييمهم للأوضاع الراهنة وراضين للغاية بهذا اللقاء وأضاف بأنه ليس في ظنه بأن رد فعل السلطة سيكون إيجابيا فورا ولكنه متأكد من أن الأخيرة قد تلقت إشارة واضحة عقب هذه الندوة من شأنها أن تساعدها على التطور والتحسن وقد خرجت الندوة بأحد عشر قرارا هي المواظبة على النضال من أجل تغيير حقيقي يجسد سلطة الشعب في اختيار حكامه وممثليها وتعميق روح الحوار وإثراء مشروع القاعدة السياسية للندوة الأولى وتحضير وثيقة توافقية تعرض على السلطة والمجتمع ودعوة النظام إلى اغتنام فرصة هذه الندوة التاريخية وعدم تفويتها عليه والتواصل المستمر مع الشعب وإشراك المرأة والشباب في الانتقال الديمقراطي وتوسيع جبهة الأحزاب والشخصيات المؤمنة بالتغيير والانتقال الديمقراطي والتشاور بعد الندوة مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية لضمان استمرارية التنسيق والعمل المشترك مع مختلف الجهات المشاركة في الندوة وتتكفل التنسيقية بمواصلة المشاورات وبإنشاء هيئة للتشاور والمتابعة هذا وقد سارع عبد الملك سلال إلى وصف فكرة الانتقال الديمقراطي بالفكرة التي تجاوزها الجزائريون وأن الجزائر يجب عليها أن تتقدم لا أن تعود إلى الوراء على حد تعبيره مشككا في نوايا المعارضة التي يرى سلال أنه كان حريا بها المشاركة في مشاورات تعديل الدستور إذ لا يجوز لأحد نسيان اختيار الشعب لعبد العزيز بوتفليقة في السابع عشر أبريل الماضي وبأنه خيار حياه المجتمع الدولي على حد زعم الوزير الأول وفي السياق ذاته أنكر سلال وجود نية لدى الحكومة بالعفو العام عمن وصفهم بالإرهابيين وبخصوص مشروع المصالحة الوطنية وما ثار من لغط حول دستارتها قال سلال بأنها في الحقيقة خطوة تهدف إلى استدراك المشروع وتصحيح النقائص التي لوحظت على تطبيقه وبخصوص الحظر المضروب على بعض قيادات الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة عبر منعها من السفر قال سلال بأن الأمر يتعلق بمشكلة بيروقراطية أكثر منه قرار سياسي وأوضح بأن المصالحة الوطنية كما تتصورها الحكومة ستعني كل ضحايا المأساة الوطنية ابتداء بأحداث 63-900-1000 ونفى الوزير الأول عودة الجبهة الإسلامية للإنقاذ إلى الحياة السياسية قائلا بأنه أمر قطعت فيه قوانين الجمهورية رغم أن النظام كان قد دعا بعض ممثل الحزب إلى مشاورات تعديل الدستور ويعود السلال بالقول مؤكدا إن الحكومة لا تريد أن تهمش أحدا بدليل أن بعض من إطارات سابقين في الجبهة الإسلامية قد شارك في الحملة الانتخابية لصالح بوتفليقة قال عبد الملك سلال أمس العاشر جوان خلال عرض برنامج الحكومة على البرلمان قال إنه لن يكون هناك تدخل للجيش الجزائري خارج حدود الجزائر وإلى الأبد ما دام الرئيس بوتفليقة على رأس الدولة هذا أمر مفصول فيه دستوريا قبل أن يضيف لا نتدخل في أمور جيراننا لكن لا ولن نتخلى مقابل ذلك نهائيا عن مصلحة الشعب الجزائري والدولة الجزائرية لأننا دفعنا ثمنا غاليا فيما مضى ونعرف جيدا معنى الحرية وصعوبة تحقيقها على حد تعبيره وألح سلال على ضرورة أن يكون موقف الجزائر من هذا الأمر واضحا في ذهن كل من يتهمها بغير ذلك رغم أن الجزائر يضيف سلال كانت دائما ومتزال على استعداد لمساعدة البلدان الشقيقة إذا احتاجت إليها ويأتي توضيح سلال هذا عقب أخبار تواردتها الصحافة الأيام الأخيرة بخصوص تدخل الجيش الجزائري في غرب ليبيا لمكافحة ما سمي بالجماعات الإرهابية بمعية القوات الأمريكية والفرنسية التي تسعى حسب مراقبين إلى جعل الجزائر دركية المنطقة وختم سلال خطابه قائلا لن نسمح لأي إرهابي بوضع قدميه على التراب الوطني فالجيش الشعبي يؤدي واجبه كما ينبغي على الحدود بحسب قوله إليكم أعزائي المشاهدين هذه الباقة من الصور الكاريكاتورية قبل أن نفترع ولا تنسوا أن تزوروا صلحتنا على الفيسبوك أو موقعنا على الأنترنات كما يمكنكم التواصل معنا على عمواننا الإلكتروني أغفو أغفاز رشاد فانسي النشرة انتهت نشكر لكم في اسم الإصماء والمتابعة وفي أمان الله اشتركوا في القناة